بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبد إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والخمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدل مبين وكذلك يجتهيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائدين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أمترحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده طوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجنب ينتقضه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحرون أرسلهم على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا نخاسرون فلما ذهبوا به وأجملوا أن يجعلوه في غيابة الجنب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباه عشاء أن يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستفق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدايا كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا آلدهم فأدنا ذنوه قال يا بسر هذا ونهار وأسلوه بطاره والله عليم بما يعملون وشغوه بثمر مبخص دواهم معدودة وكانوا فيه من الزالدين وقال الذي اشتراه من مصر لرأته أكرمي مدواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه يا تأويل الأحادي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشهده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت سيتلك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن نثواري إنه لا يفرح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السور أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من أنتقر وألف يا سيدها لدى الله قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجد أو عذاب أليل قال هي رادتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فكذبته هو من الصادقين فالأنا رأى قميصه قد من قبل قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين دمى بك إنك كنت من الخاطرين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراغد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا وإنا لنراها في طلال من مبين فلما سمعت بمكر إن أرسلت إليهن وأعتدت لأنهن متكابا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه وأكبرنه وقطعن أيديهم وقطعن أيديهم وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا بلد كريم قالت ذلكم الذي نبتني فيه ولقد رامته عن نفسه فاستعصر ولئن لم يفعل ما يفعلون ليسجدن وليكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرفني كيدهن أصبغنين وأكون من الجاهلين فاستجاب له وربهن فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أمن فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا أحتيكما طعامات سطاله إلا نبحتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم الكافرون واتبعت ملة آداء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله يا شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أغرباء متفرقون خيرا أملا واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسعى ما أنزلتهم هلات وهداءكم ما أنزل الله بها من سقون